اشتركوا في القناة في شي بيزعل في شي ما بيزعل خلينا نشوفه ونحكي بس انا لساتني زعلان طيب طيب بس لا الدهيق حالك انت روح على البلكون ولما بصير الشاي انا بجيبه لعنده يلا عجلي شوي الله يخليك يا عجلي شوي عم ساوي اللي بقدر عليه طيب على انو مستشفى ابنا نروح على المستشفى اللي بتشتغل فيها ماشي انا رح اخبر اياد ماشي 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 اياد ليلة تعبانة كثير شو؟ شو صر له؟ وعيط على الارض غميهت عم تسمعك شي؟ ما بعرف اذا عم تسمعني ولا لا حالة ضلي عم تحاكيه لا توقفي ابدا وجي بيه على المستشفى أنا ناضر كرنون ماشي انا جيبوه فورا هو عم بيستناني على البعض طيب ما قالك شي تاني؟ بلا قال نظل نحكي معه لحطى نوصل لني لكن ليش ما عم تحاكيه؟ ليلا ليلا من شاء الله لا تموتي انا مالي حض غيرك بها الدنيا كله لما ماتت امنا قلتلي ما لح تتركيني لحالي ليلا انت وعدتيني انه ما لح تتركيني ليلا فتهاي ونك من شاء الله بوسيدك لا تخليني عايش العالي يا اختي بوسيدك طيلا هلا ما جيت زيناء هاي الشايات ما بيشربوهن غير الملوك من اليوم ورايح لح خليك تشرب شاي الصبح انا بشو وانتي بشو هلا ابو زينب عد رتحلك شوي طيب ما بدك تشرب شاي يا ابو زينب هلا بتيجي البنت الوقفة هيك ممنيحة بشان صحتك لما بعض بتيجي بالي وبصير راسي وجعني زيادة كلمة عم نكبر عم تكبر همومنا احيانا بقعد بفكر فيها يعني لو ضلت صغيري قد الكف تتذكري هديك الايام يا ام زينب اه معقول ما اتذكر كنت تطلع بعيونه وتتمنى انه تكبر بسرعة بشان تناديلك بابا كانت ايام حلوة طيب شو في عمالي له هلا ايه وبعدين معك يا زلمي ايه لك لهلا ما بينت هلا بتيجي اذا قالت انه هي جاية في بعناتها اكيد جاي وانت بتعرفها يلا تعال يلا بابا بابا وانزي انا بليش راح تتركتنا لحالنا هون عنده شغل بعد شوي بتجي يقبروني هالصغار شو حلوين اشتقتلكون كتير منوريني البيت يا عصب فير ان شاء الله تكونوا مبسطتوا سيد رجع ليش راجعين بكير عالبيت زينب صار عنده ظرف انت ليش جاي اليوم معطلة قلت لحالي بجي مش هارتب البيت شوي قبل ما توصلوا اه خير ليش متضايقين حبيباتي ليكون صاير شي يلا بابا عجل تأخرنا اي عم قلبس بعدين انت رايح لعند رفيقتك ليش مستعجه لقد لانو تغري بتاعتم الدنيا تيجي بتاخدني وانا لسه ما خلصت طيب بتاعي اسمعي شو بتديلك شو انا اليوم مثلك رايح لعند واحد رفيقي ايه فيني خليكي نص عزيادي عند رفيقتك اتفقنا؟ اتفقنا اصبح البسي جاكتك لنمشي ماشي يلا امشي خليها وهي خليها وهي كمان خليها امي انا شايفتك رح تاخدي الشناتي كلها فاضية هلا هيك يا بنتي ايه ايه والله يا شهيرة فكرة حلوة كتير منظل نعبي الشناتي ورق جرايض حتى ينفذروه ايه امشي 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 حاضر ويمكن الوضع يتقذم اكتر من هيك امشي فياريت كمان تجهزوا غرفة العمليات لانه ممكن تلزمنا بأي وقت ماشي مين المريضة؟ نفسي هلي حكيت عننا الصباح ايه طيب شو حالتا؟ اياد هاي مناوبتي وأنا المسئولة هلأ ورنب دماغ وهي حاميل شو؟ ماعناتها ليه استنيتك لهاد الوقت؟ شو بدي اعمل اذا كانت رافضة العلاج؟ وإذا استعملت هاي الأدوية ممكن تخسر الجنين وإذا ما استعملتهم حتموت هي ومع هيك ما فيك تستخدمها إلا بإذن المريض هاي حالة طارق والمريضة بغيبو به أنا بدي تحمل مسؤولية طب أنت سألت أرايبينة؟ هي ما بدي أرايبينة يعرفوا أي شيء عن مرضها وهي مصرعة على قرارة لازم تسألهم قلت لك أنا المسؤول مين هالمريضة؟ ليلى لا تحكي شيء كمان أنا ما بدي حدا يعرف بهذا الموضوع جوزة، أختها، ولادة ما لازم حدا يعرف القصة بنوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة